يروي الحسن الثاني تلك اللحظات الحرجة فيقول حينما أخرجون من البيت الذي كنت محاصرا فيه مدة ساعتين ونصف أخرجون وأجلسون تحت بنادقهم أجلسون بجانب كل من بقي بقيد الحياة وحينما رعوني من بين الناس ويدي على رأسي أعرفني البعض منهم فطلب مني أن أتبعه وهو ماسك بندقية فلما اختلا بي أدى للتحية العسكرية وقبل يدي فقلت له كيف تؤدي الطاعة والإخلاص وتقوم بهذا العمل الإجرامي فقال الجندي أننا نحن تلاميذ مدرسة هرم الموقيل لنا البارحة بأننا سنقوم بمناورة وحينما وصلنا قرب الصخيرة على الساعة الثانية عشر نادوا فينا بأن مؤامرة تحاك ضد جلالة الملك وبأن القصر مهاجم وبأن حياتك في خطر فسرنا لأن نتبقى بين أيدي الأعادي وجئنا لنشد أزرك وتبين لي إداك أن الجيش سليم وأن أسرة الجيش ما زالت طاهرة نقية